اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابي أجمعين إزايكم عاملين إيه؟ معلش تأخرت عنكم مبارح عشان كان عندي شوية برد فأسفة جداً لو تكنت تأخرت عليكم النهاردة بقى نزلت السوق قلت أجيب شوية حاجات أشارككم أشاركها معاكم وبالمرة أقول لكم على الأسعار في السوق عاملة إيه؟ بالمرة بقى إن أنا أصلاً عندي برد وكده فقلت إن أنا أجيب شوية فاكهة كده فيتامين سي أو هنا في البيت فجبت فاكهة بقى برطقان البرطقان الكيلو عامل عشرة جنيه جبت إتنين كيلو بعشرين جنيه وجبت يستفندي البلدي الصغير ته الراجل قال لي بسبعة ونص الكيلو جبت بعشرة جنيه كيلو وربعة وحطيتهم بقى في طبق زي ما نشايفين كده في المطبخ الكل اللي رايحوا واللي جاي إن أنا أقف فيه وجبت موز الموز عامل الكيلو خمسشار جنيه جبت إتنين كيلو بتلاتين جنيه الموز بقى عشان يفضل معاكي فترة طويلة في البيت كويس وميلمش عليها موش قاتي بقى ورقة ألمونيوم كده ويغطي الراس اللي هي بتاعة الموز دي بالأطراف بتاعته كده كده بقى هيقوم معاكي فترة طويلة مش هيبوز ومش هيلمها موش هنا بقى كنت إيه فتحت واحدة كده دقها جميلة قوي وهنا بقى جبت بتنجان وكوسة كده عشان نعمل معاشي البتنجان بخمسة جنيه جبت كيلو وجبت عليهم شوية كوسة كده بخمسة جنيه لأن احنا مجننش في الكوسة قوية وجبت حزم واحدة بقتونس وواحدة كوزبارة وواحدة شبط لزوم بقى تخضيعة المحشي لتلات حزم بخمسة جنيه فين أيام بقى يا جماعة ما كنا بنجيب الحزم بنص جنيه وكنا كمان بنقول دي غالية ويخسارة الحمد لله على كل شيء وجبت جزر الجزر الكيلو عامل 18 جنيه جبت ربع كده وجبت كمان بقى فلفل رومي ربع برضو الكيلو ب14 جنيه فانا جبت ربع على قدنا لأنه ما بيقف التلاتة كتير بيبوز وجبت بقى لحمة مفرومة مجمدة اللي هي البرازيلي حلوة قوي بس ههم حاجة تجيبها من حد موسوق فيه ومضمون يعني انت مجرباه وعرفاه جبت قال لراجل قال لكيلو ب190 جنيه انا جبت 100 جنيه يعني نقصه بس حاجة بسيطة يعني على النص جبت بقى الكيس كده حطيته في ايديا زي الجوانتي وجبت كيس تاني بقى وايه السمطوم كده بالويام على ايه على اتنين نطلحه بنعمل كده ايه مرتين كده غدا وفردتها بقى في الكيس كده زي ما انتو شايفين عشان لما يجي طلحها من الفريزر ما تاخدش وقت في النهاية تفك لكن لو سبتيها كتلة على بعضها كده عتاخد وقت طويل اوي في الفك خصوان ان احنا في الشتاء وجقوا برد فالحاجة مش بتفك بسهولة فزي ما انتو شايفين بقى السمطوم كده على اتنين بالويام يعني ما قستش حاجة بالويام كده السمطوم على اتنين ودهت انه بقى افردها كده في الكيس ايه علشان لما يجي طلحها من الفريزر تفك معي على طول ايه ست رحتي فين تعالي خذي رحتي فين وجبت بقى كمان تماطم التماطم ما الراجل قال لي اللي هي المستوية شوية دي للسلسة جبتها الكيلو بستة ونص جبت بكيلو ونص بعشرة جنيه لكن التماطم الجامدة للسلطة الكيلو بعشرة جنيه فجبت كيلو من الجامدة بتاعت السلطة وجبت كيلو ونص من اللي هي المستوية نعملها صلصة ونحطها في الفريزر كل ما نبقى عايزين صلصة نبقى ناخدها ايه وجبت لمون اللمون بطمانتشر جنيه جبت ربعة مش عارف الحاجة ليه غير يتقوي كده ربنا بجد يعين كل الناس وجبت بقى فلفل الوان ايه جبت تلاتة كده بس انا بصراحة مش فاكرة هو الراجل قال لي كام ايه بس جبت تلاتة كده على قد يعني بستخدمهم في وصفات كتير في الاكل وابني كمان بيحبه يعني هو مفيد بصراحة فجبت اتنين كده احمر وواحدة اصفرة وجبت بقى البصل البصل اللي جامعة بقى حكايته حكاية دي ما نتو شايفين كده نصه متقشر وابس بقى وعشرين جنيه ليه يعمل حاج عشان ده اخر حاجة في البصل عشان الجديد قرى بيطلع قلت ماشي امر اللي جبت كيلو والبطاطس بقى زي ما نتو شايفين كده ايه جبت حبة كده صغيرين مش ميكملين حتى نص كيلو ايه علشان اعمل بيها صانية بطاطس كده ايه بالفريخ في مرة يعني نتغدى بيها لكن هتسألوني بقى بتحمر بطاطس ازاي؟ انا بيجيب بصراحة البطاطس اللي هي التقلية اللي هي جاهزة في السوبار ماركت اللي هي المجمدة دي بقى لتطلعها تلاقيها مسلا بايزة من النص ولا تجي تحمرها في الاخر تلاقيها مش تحمير اساسا تلاقيها ايه صايصة زي تلاقيها طبيخ فقاتل المجمدة احسن لكم الكيس اتنين كيلو ونص بستين جنيه يعني اوفار لك كمان وجبت بقى خيار ايه بطمانتشر جنيه جبت كيلو لان ابني بيأكله كتير بلانه وشيفه على قلبه وجبت بقى عيش بعشرين جنيه رغيف بجنيه يا جماعة فاللي عنده بطاية تموين يستغل العيش ده جدا هيوفر عليكو كتير وجبت بقى فراخ الراجل بتاع الفراخ انا مش عارفة عامل معا ايه قولولي انتو انا عامل معا ايه كل مرة روح اقول له عايز الفرخة سليمة على بعضها عشان انا بحب قطعها في البيت ونضفها في البيت على مزاجي كل مرة يدهني متقطع يعني انا جبت وركين وجبت فرخة على بعضها كل مرة اقول له عايز الفرخة سليمة يقطعهولي المهم الفراخ الكيلو بسبع عفوا الكيلو بسبعين جنيه جبت فرخة اتنين كيلو عاملة مية خمسة وثلاثين جنيه وجبت الوراك عاملة خمسة وسبعين جنيه جبت اتنين عاملين خمسة وخمسين جنيه وجبت سمك زي ما هم شايفين كده الراجل قال لي السمك ده بسبعين جنيه جبت تلات سمكات بثمانية وتمانين جنيه انا نضفهم بقى في البيت واشيلهم في الفريزر وقت ما نبقى عايزين ناكل سمك نبقى نطلعهم ايه ناكل سمك السمك عشان تعرفيها كويسة ولا مش كويسة قاتي السمكية دوسي على عينيها لو عينيها جمدة يبقى هي كويسة والقياشين بتاعتها كده حمرة ومش مغارة لونها يبقى هي كطوزة وكويسة وجبت بقى كيلو من الزيق بعشرين جنيه دي كانت مشترياتي يا رب تكون يعني استمتعتوا بالفيديو معي واستفدتوا منه حيكة وبجد الله يكون فعون اي ابو وام بيشتغلوا عشان يجيبوا قد عيالهم واكلهم ربنا يقويهم ويرزقهم ويوسع عليهم يا رب ويعيننا كلنا على الايام الصعبة والاكل الغالي احنا يا جماعة مش عايزين اي حاجة ان احنا ناكل دلوقتي يعني الناس دلوقتي كل الطبقات عايز تاكل بس فربنا يعيننا بجد كلنا ويقوينا ويرزقنا كلنا يا رب ويوسع رزقنا لو انتوا بقى وصلتوا لحد هنا معي في الفيديو متنسيش بقى اللايك والمتابعة وتفعيل زال الجرس يلا يا حبابي في سلامة الله ورعاية الله سلام عليكم